طيب نبتدي بانطلاقة النادي الاهلي في بطولة الدوري العام وفوز هام جدا بالنسبة للفريق على فريق مصر مقصة من نتيجة 3 واحد في مباراة شهدت تقلق عدد من اللاعبين وفي نفس الوقت قدرت ان انت تتحقق البداية المطلوبة البداية المطلوبة بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في سلاس نقاط بتتمثل في نتيجة مردية تدك ثقة ودفعة لما هو قادم من تحديات ومباراة سواء في الدوري او حتى بداية دوري ابطال افريقيا وكمان قبل مباراة المحلة والزمالك في الدوري العام ففي كل الاحوال البداية مرضية جدا جدا بما انك فسط وحقات التلات نقط وان شاء الله بإذن الله تستمر بهذه الوطيرة وتقدر ان شاء الله بإذن الله الفريق يسعد كل جماهير النادي الاهلي زي ما هم متعودين في فرص كتير جدا ضاعت الفرص الكتير اللي ضاعت انبارح دي نتجه عن عدم الانسجام الموجود في التلت الامامي في الملعب وده كان كلام مستر بيتسو مستماني بعد المباراة في المؤتمر الصحفي ممكن الاداء ما يكونش مرضي للبعض وانا متطفق مع حضراتكم تحديدا الشيط الاول ما كانش الاهلي هو الاهلي لكن في الشيط التاني تحديدا كمان كان فيه يعني تحسن كبير وواضح بالنسبة لاداء اللاعبين ده جزء احنا بنركز عليه دايما بعد النتيجة النتيجة هي اللي بتبقى لهمة لكن الاداء دايما بيحب جمهور الاهلي ان هو يبقى مبسوط من خلال الاداء فبالتالي الاداء حيتحسن اكتر واكتر لما اللعبة دي تلعب مع بعض بشكل كتير بشكل كبير ويبقى فيه انسجام واضح وده حيجي مع توالي المباراة ويعني ان هم يشاركوا مع بعض بشكل اساسي يعني احنا مثلا شفنا في الخط الامامي مبارح كهرباء بيلعب اول مرة مع طاهر مع مثلا مع افشة طاهر اول مرة يلعب مع افشة عندك في الهجوم محمد شريف اول مرة يلعب يعني تحس ان اما ما كانوش متفاهمين التفاهم ده هيجي مع توالي المباراة ده امر مؤكد فبالتالي هتلاقي الاداء اللي انت مستنيه باذن الله فده كان طبيعي واقعي جدا ان ما يكونش الاداء بالشكل المطلوب وخصوصا في ظل ضغط المباراة الاهلي ما رايحش ما بين موسمين يعني مش الاهلي بس كل الفرق التحديد يعني فان شاء الله انا اتمنى يكون فيه افضل من كده خلال الفترة الجاية بالنسبة لنادي الاهلي